في شان المغير على جطة المصالح المختلطة لدرك الوطني وأمن ولاية تيسم سيلة خلال 13 عملية تفتيش ومداهمة ليلية لنقاط السوداء داخل المحيط الحضري وخارجه تسعة قضايا لحيازة الممنوعات السكر العلني والإخلال بالنظام العام وأخضعت خلال هذه العمليات 1221 شخصا لدراسة حالة كأكبر حصيلة منذ بداية العمليات المشتركة في الولاية والتي تهدف إلى إيقاف المطلوبين أمام العدلاء والمشبوهين التغطية لمحمد أغوليش العمليات المشتركة 13 مست عدة أحياء في الوسط الحضري والشبه الحضري والريفي المعروفة كنقاط سوداء بانتشار الجريمة أصفرت العمليات على إخضاع 1221 شخص على دراسة حالة وتوقيف تسعة أشخاص ضبطة بحوزتهم كمية من الكيف المعالج أقراص مهلوسة ومشروبات كحولية أنجزت ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وقدموا أمام الجهات القضائية حزب الإختصاص النقاط المستهدفة من وراء العملية النوعية التي تم القيام بها هي القضاء على أوكار الجريمة توقيف الأشخاص المطلوبين لدى العدالة والتواجد على مقربة من المواطن ختموا دج